بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلاً وسهلاً بطلاب الصف السادس نبدأ درسنا لهذا اليوم بسم الله فلنبدأ عنوان درسنا لهذا اليوم الدعاية والإعلان وأثرهما على سلوك المستهلك الجزء الثاني نبدأ مهاراتي في الحياة ما زلنا في وحدة مهاراتي في الحياة نبدأ بأهداف الوحدة ككل يتوقع من المتعلم في نهاية الوحدة أولاً أن يفسر مفهوم الموارد الأسرية ثانياً أن يستنتج الخطوات الأساسية لعمل الميزانية ثالثاً أن يوضح أهمية الإدخار للأسرة رابعاً أن يعرف مفهوم المستهلك خامساً أن يربط بين تأثير الإعلانات والشراء سادساً أن يقيم آثر الإعلانات على المستهلك سابعاً أن يميز بين إيجابيات وسلبيات الإعلانات ثامناً أن يقارن أن يقارن بين إعادة التدوير وإعادة الاستخدام للمستهلكات تاسعاً أن يعدد بعض الأفكار لإعادة استخدام المستهلكات عاشراً أن ينفذ مشروعاً صغيراً في إعادة استخدام المستهلكات نبدأ بأهداف درسنا لهذا اليوم يتوقع من المتعلم نهاية الدرس أن أولاً يستنتج أساليب تأثير الإعلانات ثانياً يصنف إيجابيات وسلبيات الإعلانات ثالثاً يفرق بين الإعلانات التجارية والإعلانات عن معلومات رابعاً يربط بين الميزانية والاستجابة لتأثير الإعلان نبدأ مراجعة لدرسنا السابق تعرفنا في درسنا السابق على مفهوم كلمة الإعلان ماذا أقصد بالإعلان؟ بارك الله فيكم عملية إقناع تهدف إلى التأثير على فئة معينة من الناس للتعرف بسلعة أو خدمة لهدف البيع أو الشراء أيضاً عرفنا كلمة المستهلك بارك الله فيكم المستهلك هو كل شخص تقدم إليه أحد المنتجات لإشباع احتياجاته الشخصية أو العائلية ننتقل تعرفنا في درسنا السابق أيضاً على أنواع الإعلانات هناك إعلانات تجارية وإعلانات عن معلومات الإعلانات التجارية تهدف إلى الترويج إلى سلعة عن طريق التأثير في عين المستهلك وعقله وعاطفته للإقبال على الشراء أما بالنسبة الإعلان عن معلومات يهدف إلى إعلام الناس عن اجتماع أو مناسبة اجتماعية مما لا علاقة له بالبيع والشراء ننتقل الآن تعرفنا أيضاً في درسنا السابق على وسائل الدعاية والإعلان تعرفنا أنها مسموعة مرئية ومسموعة أيضاً المطبوعة المعتمدة على الحروف والصور المسموعة مثل المذياء المرئية والمسموعة مثل التلفاز والإنترنت بالنسبة للمطبوعة نشرات صحف مجلات ننتقل الآن برأيك سؤال نتفكر فيه سوياً برأيك ما هي أساليب التأثير على المستهلك؟ كيف أؤثر على المستهلك؟ بارك الله فيكم مبدعين يا سادس أساليب التأثير على المستهلك نشاهدها سوياً أساليب تأثير الإعلانات الإعلان هل تعلمين الهدف من الإعلان؟ وهل تعلمين فوائد الإعلان لمنتج السلعة أو الخدمة؟ هدف الإعلان هو تعريف الجمهور بالسلعة أو الخدمة والتأثير عليه وإقناعه بها ويجب أن يكون الإعلان جذابة مثيراً للاهتمام ويستخدم المعلن أساليب متعددة لجذب المستهلك كالعناوين اللافتة للانتباه والشعارات وميزات السلعة ومقارنتها بالسلع الأخر أما الإعلانات التي تلجأ إلى الأسلوب العاطفي فإنها تركز على الطرق التي تجعل السلعة تحوز الرضا الشخصية للمستهلك وتخاطب مثل هذه الإعلانات حاجة الشخص إلى الحب والأمان والوجاهة وتحاول الإيحاء بأن السلعة ترد احتياجات المستهلك ننتقل الآن إلى أساليب تأثير الإعلانات نأتي للأسلوب الأول إشعار المستهلك بميزة خاصة في هذه السلعة أن هذه السلعة مميزة نشاهد سوياً إشعار المستهلك بميزة خاصة في السلعة المعروضة عن طريق استعمال حقيقة معروفة فيها مثل الإعلان الآتي إن هذا النوع من الزيت خالي من الكوليسترول مع العلم بأن معظم الزيوت النباتية خالية من الكوليسترول ثاني طريقة في التأثير بالإعلانات استغلال شخصية مشهورة لأداء الإعلان شاعر لاعب رياضي للإعلان عن سلعة أو خدمة ما ثالث طرق التأثير في الإعلانات هي استخدام الخذاع اللفظي استخدام الخذاع اللفظي التي تشد انتباه المستهلك مثل أفضل معجون أسنان في العالم أو سارع بامتلاك جهاز الجري لتكون من الأوائل في عالم اللياقة أيضاً الاعتماد على تكرار الإعلان بصورة متكررة حتى يتعود المستهلك على شكله واسمه فيرتبط به ويستمر في شرائه واستعماله تعرفنا نتعرف الآن على أمامك مجموعة إعلانات مختلفة بين ما رأيك فيها نشاهد سوياً هنا مجموعة من الإعلانات أريد آراءكم بهذه الإعلانات نشاهد الإعلان الأول استعمالك لهذا النوع من الشامبو يجعل شعرك ناعماً وبراقاً ما رأيكم بهذا الإعلان يا سادس؟ بارك الله فيكم مبدعين ندون الإجابة إعلان يهدف إلى شد الانتباه وزيادة للأرباح ننتقل ونشاهد الإعلان الثاني عند شرائك بقيمة 200 ريال تحصل على هدية بقيمة 50 ريال ما رأيكم بهذا الإعلان؟ إجابات رائعة بارك الله فيكم ندون الإجابة إعلان تسويقي لزيادة المبيعات ننتقل الآن للإعلان الثالث صفحة 45 تسوق من منتجاتنا لتدخل في السحب النهائي على أجهزة كهربائية ما رأيكم بهذا الإعلان؟ بارك الله فيكم مبدعين رأيي بهذا الإعلان؟ إعلان فيه تحايل وخداع للمستهلك ندون الإجابات؟ ننتقل الآن كيف يواجه المستهلك تأثير الدعاية والإعلان عليه؟ نشاهد سويا؟ إن السعي وراء شراء كل ما يعلن عنه والعمل على اقتنائه دون حاجة أو تخطيط مسبق يخل بالميزانية لذا يجب مراعاة ما يأتي أولاً التأكد من حقيقة الإعلان ومدى صلاحيته قبل قرار الشراء يجب علي أن أتأكد من أن هذا الإعلان صحيح ثاني هذه الخطوات التمييز بين الإعلانات العاطفية والإعلانات الحقيقية ثالثاً مقارنة المستهلك بين سعر ما يعلن عنه وميزانيته قبل الإقدام على الشراء قبل أن أقدم على الشراء يجب أن أقارن بين سعر المنتج والميزانية المتوفرة لديه ننتقل الآن رابعاً البعد عن إعلانات التي تحتوي محظوراً شرعياً كشرط الشراء للحصول على جائزة أو الدخول في سحب ننتقل الآن نشاهد سوياً إيجابيات الإعلانات وسلبياتها ننتقل الآن ميز إيجابيات الإعلانات وسلبياتها فيما يأتي بوضع حرف جيم أمام الإيجابي وحرف السين أمام السلبي نشاهد التعريف بالسلعة والمنتجات الجديدة هل هو إيجابي أم سلبي؟ بارك الله فيكم إيجابي ثانياً العديد من السلع والمنتجات الغذائية المعلنة لا تتوفر بها المكونات أو العناصر الغذائية المفيدة هل هو إعلان إيجابي أم سلبي؟ بالطبع سلبي بارك الله فيكم نضح حرف السين ثالثاً بعض الإعلانات تشجع على شراء المنتج المحلي الوطني وتدعو لتوفير الاستهلاك وترشيده هل هو إيجابي أم سلبي؟ بالطبع إيجابي بارك الله فيكم ننتقل إلى رقم أربعة التعويد على البذاخ والإسراف وشراء سلع لا حاجة لها إيجابي أم سلبي؟ بالطبع سلبي بارك الله خامساً بعض الإعلانات تتضمن قيماً أو عاداتاً أو مؤثرات صوتية أو مناظر وسلوكيات غير لائقة أخلاقياً بالطبع سلبي بعض الإعلانات لا تتوفر فيها المصداقية وتعتمد على خداع البصر فلا يمكن التأكد من مصداقية المنتج أو اكتشاف رداءته إلا بعد شرائه طبعاً سلبي أقوم بتدوين الإجابات صفحة 47 ننتقل الآن إلى نشاط أسري عزيز الأب عزيزة الأم ساعد أبنائكما في البحث في مصادر التعلم المختلفة عن إيجابيات وسلبيات أخرى لإعلانات لم يسبق ذكرها هناك بعض الإعلانات مثل إعلان وزارة الصحة ترشد على أضرار التدخين فهي إعلانات إيجابية وتعد من إعلانات عن المعلومات ننتقل الآن إلى صفحة 48 نشاط رقم 4 حدد الإعلان التجاري فيما يأتي ألف هل هو إعلان تجاري؟ بالطبع إعلان تجاري يعلن مركز التدريب والتطوير عن إقامة دورة بعنوان المشروع التجاري وذلك يوم الثلثاء والأربعة خمسة ستة ابتداء من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة الثامنة مساءاً بالفندق هل يعد إعلان تجاري؟ بالطبع لا هو إعلان عن معلومات أدون الإجابة صفحة 48 ننتقل الآن إلى البطاقات الملونة نبدأ بالبطاقة البرتقالية من أساليب تأثير الإعلانات عرض الإعلان مرة واحدة فقط وعدم تكراره إجابة صحيحة أم خاطئة؟ بالطبع بارك الله فيكم إجابة خاطئة تعتمد الإعلانات التجارية على التكرار باستمرار ننتقل الآن إلى بطاقة الحمراء يجب البعد عن الإعلانات التي تحتوي على محبور شرعي كشرط الشراء للحصول على جائزة أو الدخول في سحب بارك الله فيكم إجابة صحيحة يجب أن أبتعد عن هذه الإعلانات ننتقل إلى البطاقة الخضراء يجب مقارنة سعر ما يعلن عنه والميزانية قبل الإقدام على الشراء قبل أن أقدم على الشراء يجب أن أقارن سعر هذا المنتج بالميزانية المخصصة لدي هل هي إجابة صحيحة أم إجابة خاطئة؟ إجابة صحيحة بارك الله فيكم ننتقل إلى البطاقة الصفراء على المستهلك التمييز بين الإعلانات العاطفية والإعلانات الحقيقية إجابة صحيحة أم خاطئة؟ بالطبع إجابة صحيحة ننتقل إلى البطاقة الأخيرة البطاقة الزرقاء يسمى الإعلان عن فقدان أوراق ثبوتية هل هو إعلان تجاري أم إعلان عن معلومات أم تسويقا تجاريا؟ بالطبع بارك الله فيكم إعلان عن معلومات ننتقل الآن تعرفنا على أهدافنا وحققنا جميع أهدافنا في نهاية هذا الدرس استنتجنا أساليب تأثير الإعلانات أيضا صنفنا إيجابيات وسلبيات الإعلانات أيضا ضرقنا بين الإعلانات التجارية والإعلان عن معلومات أيضا قمنا بالربط بين الميزانية والاستجابة لتأثير الإعلان انتهينا من درسنا لهذا اليوم سعيد بإجاباتكم من رائعة يا سادس ألقاكم قريبا إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر